موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرعوم في هذه النشرة الإخبارية من قناة غد المشرق نبدأها بالعروي موسيقى ترقب للسيناف المفاوضات بين وفدي الحكومة والمنشيات في عمان وترحيب دولي بتجديد الهدنة موسيقى موسيقى واطن تعز ينتظرون نتائج مفاوضات عمان وأن تنجح في كسر الحصار عن المدينة موسيقى من الشيات الحوثي تواصل انتهاك حقوق الأطفال من كلال تجنيدهم وإخباعهم لدورات طائفية موسيقى موسيقى تتوالى ردود الفعل الدولية بشأن الترحيب بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين ويأتي ذلك في وقت ينتظر أو ينتظر أن تبدأ المفاوضات بين وفدي الحكومة وميليشيات الحوثي في عمان ترحيب أممي ودولي بتمديد الهدنة في اليمن ولكن لا شيء تحقق على الأرض ففتح طرق تعز والمحافظات الأخرى ما زالت قيد البحث وفي غرفة المفاوضات في عمان مع ميليشيات الحوثي وبحضور المبعوث الأممي هذه الأنباء يأتي في وقت يترقب المواطنون أن تبدأ اليوم جلسة جديدة للمفاوضات اليمنية في العاصمة الأردنية عمان بين وفدي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي لفتح طرق تعز ميليشيات الحوثي قالت أن اللجنة العسكرية التي تتبعها وصلت إلى عمان قادمة من مسقط للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات وكان الفريق الحكومي قد أكد في وقت سابق التزامه بالبحث عن كافة السبل لإنهاء حصار ميليشيات الحوثي لمدينة تعز ووضع العالم أمام حقيقة الطرف المعرق لاتفاق الهدنة واستمرار معاناة الشعب اليمني في هذه الأثناء شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص لليمن هانسي جروندبرغ على ضرورة فتح الطرق لمدينة تعز وبدأ عملية سلام شاملة الخارجية الأمريكية قالت في بيان أن الوزير بلينكين أكد للمبعوث الأممي لليمن التزام واشنطن بدعم حل دائم للصراع وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رحب في وقت سابق بالأعلان عن تمديد الهدنة في اليمن مشيدا بالجهود السعودية في هذا الإطار من ناجهتهم أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم من الأثر الإنساني الخطير لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز ودعوا مليشيات الحوثي للتصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور ورحب أعضاء المجلس في بيان أن بتمديد الهدنة في اليمن كما أشهدوا بمرونة الحكومة اليمنية في تمكين دخول سفن الوقود إلى الحديدة وتمكين الرحلات الجوية بين صنعاء عمان وصنعاء القاهرة يتأمل المواطنون في تعز من جولة المفاوضات الثانية بأن تنجح في كسر حصار مليشيات الحوثي على مدينتهم وإنهاء معانتهم خاصة مع تجديد الهد المفاوضات بين وفدي الحكومة ومليشيات الحوثي الإنقلابية تهدف إلى كسر حصار الأخيرة على خمسة ملايين يمنيا في مدينة تعز وفتح الممرات الرئيسية المؤدية إلى المدينة على طاولة النقاشات في عمان طرح المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروند بيرغ مقترحا لإعادة فتح الطرق على مراحل بما في ذلك آلية تنفيذ وضمانات سلامة المسافرين المدنيين ومن المتوقع أن يدور النقاش حول هذا المقترح لا معالم لهذا المقترح ولا الطرق التي سيتم البدء في فتحها أهي رئيسية كما يطالب سكان المدينة أم فرعية كما تطرح المليشيات الحوثية الوفد الحكومي قال إنه يتفاعل بإيجابية مع كل الفرص الممكنة لفك الحصار الذي وصفه بالظالم عن مدينة تعز من أجل وضع العالم كله أمام حقيقة الحصار وحقيقة من يقوم به ويعرقل تنفيذ بنود الهدنة بكل الوسائل أكد الوفد الحكومي أن استمرار غياب وفد الطرف الآخر منذ أيام يعرقل سير المفاوضات التي نأمل أن تنتهي بالاستجابة لفتح الطرقات الرئيسية وخاصة طريق الحوبان المدينة وهي مطالب أكد عليها بيان مجلس الأمن الدولي الذي دعا مليشيات الحوثي إلى فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز على الفور معبرا عن قلقه من الأثر الإنساني لإغلاق الطرق حول المدينة يأمل سكان محافظة تعز أن تؤدي هذه النقاشات إلى اتفاق يفتح الطرق الرئيسية في المدينة والمغلقة منذ ثمانية أعوام وإنهاء المعاناة التي تقس عليهم منذ ذلك الحين بسبب ما أنتجه الحصار من ارتفاع أسعار السلع والمواصلات وطول أمد السفر أو التنقل بين المدينة والمحافظات الأخرى وكذا بين مركزها وريافها الشمالية والشرقية والغربية قال الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من ثمانية عشر خرقا جديدا في جبهات الساحل الغربي خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية وأوضح أن الخروقات الحوثية تمثلت بأحد عشر خرقا في محور حيس من بينها خرق بطيران مسير استطلاعي تم رصده في سماء المناطق المحررة جنوب الجراحي كما تم توثيق أكثر من سمعة خروقات في محور البرح طارب الديتعل استغربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ما وصفته بالإسلوب المضلل الوارد لحاطة الإعلامية الصادرة عن فوضية سامية للأمم المتحدة بشأن الهدنة التي تم تجديدها لشهرين قادمين وقالت الوزارة إن الإحاطة الإعلامية كانت ضبابية وساوت المفوضية من خلالها بين الحكومة الشرعية الملتزمة بشروط الهدنة ومعها التحالف العربي الداعم لها وبين ميليشيات الحوثي التي ارتكبت خلال فترة الهدنة ألاف الانتهاكات وأوضحت الوزارة أنه وفي الوقت الذي تعمل الحكومة بشكل وثيق على تنفيذ التزاماتها تستمر ميليشيات الحوثي في تجديد الأطفال بأعداد تجاوزت أربعين ألف طفل خلال السنوات الماضية تفقد محافظ تعز نبيل شمسان خلال زيارته إلى مدرية الوازعية غرب تعز عددا من المشاريع التنموية والخدمية المحققة في سياق الجهود المبذولة من قبل المقومة الوطنية وجهات أخرى لإعادة تطبيع الحياة في المدرية وثمن المحافظ الجهود الكبيرة المبذولة لتطبيع الحياة في المدرية وتخفيف الأعباء عن كاهل البواطنين مجددا الشكر والامتنان لقيادة المقاوبة الوطنية على ما توليه من اهتمام لتطبيع الحياة في كافة المدريات والمناطق المحرة في الساحل الغربي ناقش محافظ الحديدة الدكتور الحسن طهر مع منسق مشروع الاستزراع السمكي بالخوخة والمخة وعدد من مدرية المنظمات مشروع تعزيز الانتاج السمكي عبر تقنية تربية الأسماك وتسويقها وتصديرها للأسواق العالمية وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شرح عن طبيعة المشروع الذي يتكون من مفارخ الأسماك ومصنع علف الأسماك وأحواض تربية الأسماك وسينفذ على اليابسة حيث يهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش وتطوير الانتاج السمكي من خلال تقنية استزراع وتربية الأسماك دعت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة المجتمع الدولي لدعم الأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن وأعربت عن قلقها من تنامي أعداد القتلى والجرحى من المدنيين جراء الألغام الأرضية والمترجرات التي زرعتها البلشيات الحوثية ضمن المساعي والجهود المبذولة لتعزيز الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في المناطق المدنية والحيوية صلتت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها الضوء على خطر الألغام الأرضية والمتفجرات التي زرعتها الميليشيات الحوثية على امتداد مدن الساهل الغربي وقالت البعثة إنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى والجرحى من المدنيين في الحديدة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب وأوضحت في سلسلة تغريدات على تويتر أنه في نهاية الأسبوع الماضي وحده أفيد بوقوع خمسة مدنيين بينهم امرأة وطفل وإصابة طفل يبلغ من العمر ستة سنوات في حوادث وقعت في منطقتين الحوك وحيس جنوبي الحديدة ودعت البعثة الأممية المجتمع الدولي لدعم الأعمال المتعلقة بالألغام في الحديدة وكل اليمن كما كررت التزامها بمساعدة الأطراف وسلطات مكافحة الألغام في المحافظة بالمساعدة الفنية وتنسيق أنشطة إزالة الألغام وتسببت ألغام ميليشيات الحوثي بسقوط ألف الضحايا من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال في مختلف مناطق اليمن التي كانت تسيطر عليها الميليشيات قبل دحرها منها كما خلفت الألغام الحوثية مئة المصابين بإعاقات دائمة وتعد مناطق الساحل الغربي أكثر مناطق اليمن من حيث انتشار حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات كما أنها أكثر مناطق البلاد تسجيلا للضحايا من المدنيين تواصل الميليشيات الحوثية من انتهاكاتها بحق التعليم والطلاب في مناطق سيطرتها فمن بعد التسريح القصري للمعلمين في المدارس وتحريف المناهج تحولت مدارسها لمعسكرات يتجول فيها المسلحون بين الطلاب حوثنة التعليم ورسم الخطوط الإرهابية على سلم المناهج التعليمية وفرض المشرفين الحوثيين على الطلاب هذه العوامل أثرت الغذب على الشارع اليمني فبعدما قرنت الميليشيات الحوثية الجهادة بالعلم والتعليم وأربكت العقول البريئة بأفكارها الهدامة ثجت الوسائل الإعلامية وخرجت عن صمتها تنادي بصوت الشعب بأن الميليشيات لتخط بدمائها التعليم فالأطفال أصبحنا نراهم بالصفوف الأبامية للجبهات متسلحين بالفكر المغلوط الطائفي حاملين شعارات الموت والعنصرية الميليشيات الحوثية ردا على الحقائق المتكشفة عن أسلوبها قمت بتنكر من أفعالها من خلال تصوير الحاصل هناك عبر أهلمها باهتمامها الكبير بالتعليم وبزخم شديد أقرب للمبالغة لتتنصل من جميع التهم المنسوبة إليها بعد تهجير ما يفوق عن مليونين طفل من المقاعد الدراسية لتخرج مصادر حقوقية وتؤكد بأن المدارس أصبحت كمعسكرات جيشية تتجول فيها الميليشيات بالأسلحة بين المقاعد التعليمية في منظر لم تشهده المدارس من قبل الهيمنة الأعلامية باعتبارها السلطة الرابعة والتعليم المحوثة التي تعمل الميليشيات على تسييسه بطريقة سياسية إرهابية من شأنه يعمل على إنشاء جيلا كاملا مدجج بالكر ومسلح بالعدائية ثقافته الأولى هي الموت في سبيل من يتم وشرد أقرب أقربائه كشفت مصادر مطلعة في صنعها عن تخصيص ميليشيات الحوثي عددا من معسكراتها صيفية في المدينة لاستقطاب وتدريب الفتيات وصغيرات السن بهدف تجنيدهن وإلحاقهن بما يسمى كتائب الزينبيات تعتزم ميليشي الحوثي الإرهابية سنويا ومع دخول أيام فصل الصيف إقامة معسكرات تدريبية لغاية استخدامها في دورات تدريبية تقيمها لمن تستطيع تجنيده من الأطفال والنساء والشباب ومؤخرا كشفت مصادر مطلعة في صنعها عن تخصيص ميليشي الحوثي عددا من معسكراتها الصيفية في صنعها لاستقطاب وتدريب الفتيات وصغيرات السن بهدف تجنيدهن وإلحاقهن بما يسمى بكتائب الزينبيات وذكرت وسائل أعلام يمنية أن الميليشيات أوكلت مهمة تجنيد الفتيات للمشرفات الثقافيات التي تطلق عليهن مسمى المجاهدات وقياديات من فصيلها النسوية المسلحة الزينبيات أغلبهن من المنتميات للأسر المقربة من زعيم الانقلاب المدعو عبد الملك الحوثي المصادر أوضحت أن قيادة الميليشيات انتقت عددا من المشرفات الثقافيات التابعات لها وأخريات ضمن الزينبيات المؤدلجات طائفيا وكلفتهن بمهمة إقناع الأمهات وربات البيوت في عدة أحياء بصنعاء بأهمية دور الفتيات وصغيرات السن في هذه المرحلة وضرورة إلحاقهن في دورات تدريبية خاصة في معسكرات خصصتها لتلقينهن محاضراتها وغرس وتعبئتهن بالمفاهيم الطائفية وإخضاعهن لتمارين بدنية وتدريبات أمنية وعسكرية وأشارت المصادر إلى أن الخطوة التالية قيام الميليشيات بنشر الفتيات المتدربات في نقاط التفتيش التابعة للانقلابيين عندما داخل المدن الخادع لسيطرتهم للقيام بمهمات أمنية لصالح ميليشيات الحوثي وأنشأت الميليشيات الحوثية ما يسمى كتائب الزينبيات المسلحة بأدبات إيرانية في العام 2017 وهي فصيل عسكري نسائي استخدمته في عمليات قمع النساء والتنكيل بهن بأي مظاهرات ضد الميليشيات الحوثية واعتقالهن ومدهمة منازل المناهضين لها وتفتيشها وترويع الأسر والعائلات ونهب وسرقة الأموال بالإضافة إلى تعذيب المختطفات والمخفيات قصرا في سجون الميليشيات النشر مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير مدير كهرباء عدن يكشف عن توفير كميات من الوقود لتشغيل محطة متوقفة عن الخذبة أهلا بكم جديد قال مدير عام مؤسسة الكهرباء في عدن سالم الوليد إنه تلقى بشرة من نائب رئيس مجلس قيادة الرئاسي عيدلوس الزبيدي عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم وقود من مادتي الديزل والمزوت لكهرباء عدن لثلاثة أشهر وأضاف الوليد خلال مداخلة مع قناة الحدثة بأن مشكلة كهرباء عدن في الأيام الماضية هي نقص الوقود مما أدى إلى خروج كثير من المحطات عن الخذبة وأشار الوليد إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة ومحافظ عدن قاموا بتوفير كميات وقود ستسهم في عادة بعض المحطات المتوقفة إلى الخدمة قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبية للكثير إن الهيئة أوشكت على استكمال التحضيرات لعقد مؤتمر عام للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين سيكون بمثابة تدشين لكيان نقابي حقوقي يضم الجميع مشيرا إلى أنه سيتم تحدد موعده قريبا وأكد الكثير في تصريحات صحفية عن بذل الهيئة جهودا لتفعيل كل من إذاعة وقناة عدن ومؤسسة 14 أكتوبر وتنشيطها في العاصمة عدن كما أوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام جاءت لتعزيز وتنظيم وتنسيق العمل الإعلامي وتوحيد صوت كافة الوسائل الإعلامية الجنوبية لخدمة الجنوب وشعبه ارتفع عدد الإصابات ببيروس جدري القردة في العالم إلى أكثر من 700 إصابة من بينهم نحو 21 إصابة في الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته السلطات الصحية الأمريكية ووفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فإن غالبية الإصابات بجدري القردة لدى الأمريكيين على صلة بسفرات إلى الخارج لكن بعضا منها على صلة بحالات أخرى معروفة في الولايات المتحدة قال المركز أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة على صلة بمرض جدري القردة سواء في الولايات المتحدة أو خارجها نهاية النشاة تبكين بالعلوي ترقب لاستئناف المفاوضات بين وردي الحكومة والميشيات في عمان وترحيب الدولي بتجديد الهدنة مواطنون تعز ينتظرون نتائج مفاوضات عمان وأن تنجح في كسر الحصار على المدينة وميشيات الحوضية تواصلوا انتهاك حقوق الأطفال من خلال تجديدهم وإخبارهم لدولات الصائفية لمتابعتنا عبر البتر الباشر زوروا موقع القناة الغدوية تفضيح ضد الإخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة